معلومات جديدة عن انفجار حي سعوان تكشف عن أسباب الواقعة التي تسببت بمقتل 15 طفلاً على الأقل وخلفت العديد من المصابين في منطقة تجمع سكاني وقريبة من مدرسة حكومية في صنعاء الانفجارات التي وثقتها مقاطع مصورة منشورة في ذلك التاريخ أصبحت محل تساؤلات عديدة حول الطرف الذي استهدف المدنيين في المنطقة ميليشيا الحوثي آنذاك حملت التحالف مسئولية الجريمة بينما قالت مصادر محلية إن الانفجارات جاءت نتيجة مواد متفجرة خزنها الحوثيون في حي سكني منظمة هيومن رايتسووتش ومنظمة محلية أخرى كشفت في تقرير مشترك أن الحادثة كانت ناتجة عن انفجار مواد قابلة للاشتعال خزنتها ميليشيا الحوثي التقرير أشار إلى أنه بعد حدوث الانفجار وصل العشرات من المسلحين الحوثيين وأطلقوا النار في الهواء واحتجزوا عدة أشخاص حاولوا تصوير المستودع وقال التقرير في تفاصيله إن الحوثيين نقلوا بعدها ولعدة أيام كميات كبيرة من مواد غير معروفة من الموقع على ظهر شاحنات ومنعت باحثي حقوق الإنسان من الوصول إلى تلك المنطقة منظمة سام للحقوق والحريات قالت أيضا إن الانفجار لم يكن بفعل غارة جوية بل نتيجة مواد شديدة الانفجار ربما كانت لتصنيع رؤوس صاروخية تستخدم في العمليات العسكرية معلومات جديدة إذن أزالت الغموضة على الحادثة التي ظلت محل أسئلة في الوسط المحلي والدولي فيما تظل التساؤلات قائمة بشأن محاسبة الأطراف المتورطة بالانتهاكات ترجمة نانسي قنقر